فالمشاكل اللي بتحصل من عنصر التحكيم ومن عنصر التحكيم محتاجة قرار واحد بغض النظر بقى عن كل اللي اتقالي الفترة الاخيرة دي المشاكل دي لازم يطلع من وراها قرار ايه هو القرار؟ زي ما الدوري المصري السنة دي بادئ بداية مختلفة وزي ما الناس ابتدت تتجه بالفعل للعمل الاحترافي وابتدأ يكون فيه ربطة للأندية المحترفة بالدير الدوري بشكل محترم الربطة ديتنا كده يعني احساس ان احنا هنشوف موسم مختلف في كل شيء تصوير ادارة نظام قرارات كل حاجة الناس حسستنا ان احنا هنتفرج على كل المباريات مش قالوا زمانك بس لأ كل المتشاط لان الصورة نفسها بتخليك تتفرج مبسوط بشكل الصورة في مباريات الدوري لكن حاجة واحدة بس لسه ما حصلش فيها تطوير ايه هي؟ ملف التحكيم لجنة الحكام محتاجة خبير اجنبي يدير الملف ده لجنة الحكام محتاجة رئيس لجنة خبير اجنبي احنا مش قال من الاخوة في السعودية وفي الامارات وفي الدوحة عشان يرتقوا بمنظومة التحكيم جابوا خبراء اجانب بيديروا الملف ده جابوا خبراء اجانب بيرقصوا لجان الحكام في الدول دي وفي رابطة الاندية في الدول دي المحترفة من اكتر من حوالي 15 سنة وده في النهاية لما بتبص على نهاية دورة ابطال اسيعة تلاقي حكم اماراتي بيدير المباراة الحكم المصري في منكسل عالم القادم 2022 ليه جهد جريشة بعد ليه امين عمر بعد ليه الحكام في قارة افريقيا او الحكام المصريين في قارة افريقيا مش موجودين في الاحداث الكبيرة اخر نهائي افريقي او اخر نهائي كان في حكم مصري كان جهد جريشة وحصلت بعدين مشاكل لجنة الحكام تحتاج الى خبير اجنبي لادارة عنصر التحكيم او لادارة منظومة التحكيم والمفروض ترجمة نانسي قنقر